مجلس الأمن الدولي يجري اليوم تصويتاً على اعتماده لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه القوات الشرعية والحوثي في منطقة الحديدة باليمن ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه مشروع القرار يجيز للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوماً لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره